استعرض وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري خلال اجتماع مع الوكلاء المساعدين وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة والحرس الأميري والإدارة العامة للإطفاء استعدادات الوزارة للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي يعقد من الاثنين إلى الأربعاء القادمين الدوسري شدد على ضرورة الالتزام بقواعد العمل الأمني والجهزية ماضحا أن اختصاص اللجنة الأمنية للمؤتمر هو التنفيذ مختلف متطلبات الأمنية وفق القواعد والإجراءات المعمول بها ووضع خطة مرورية مرنة والتنسيق مع لجنة المراسم والاستقبال والضيافة